خلاف المئتي عام بين العراق والكويت يعود إلى دائرة الضوء أعلنوا البلدين لاستناف الحوار من أجل إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية أثار عصفة من الجدل ترسيم الحدود البحرية بالتجاوز على الحدود العراقية السيادية يعني قتل الواجهة البحرية الوحيدة للعراق وهذا ما اجتمعت من أجله لجنة التخطيط الستراتيجية النيابية لمناقشته درسنا كل تفاصيل هذه القضية بجوانبها القانونية والإدارية هناك اجحاف كبير من قبل الجانب الكويتي وتجاوز على الحدود البحرية وكذلك الحدود البرية للدولة العراقية كان هناك تلك واضح من قبل اللجان السابقة التي قدمتها الحكومات المتعاقبة بغداد من منظار النيابي تريد أن يضمن لها ترسيم الحدود في القدرة على الوصول إلى مياه الخليج الذي تحتاج إليه اقتصاديا ولصادراتها النفطية ضمانة تتحقق عبر إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية ومن أجل ذلك يطالب نواب باستضافة وزير الخارجية تحت قبة البرلمان في ظل التساؤلات المطروحة يجب أن يكون هناك استضافة للسيد وزير الخارجي أولا والمعنيين بهذا الملف تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع إبعاد بعض الشخصيات التي لربما واجه الطرف الآخر منها أو لمس منها بعض العناد في هذا الموضوع وبعض الأصرار على ضرورة وضع المرتسمات السليمة لهذا البلد وضمن السناف الحوار وفد كويتي سيبحث في بغداد بمنتصف الشهر الحالي ملف ترسيم الحدود المشتركة وآخر سيبحث في العاشر من أيلول المقبل ملف الحقول النفطية الحدودية المشتركة خطوات كويتية تقابلها ضبابية عراقية بالمواقف وفق مختصين في ملف مزمن تعاقبت عليه حكومات ولم يحل النزاع فيه من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير